هي في حدثة مؤسفة حصلت في الإمارات في طائرة هليكوبتر سقطت الطائرة دي تابعة لشركة إيرجالف في الطائرة يعني سقطت في مياه الخليج العربي قدام شواطئ الإمارات الطاقم بتاع الطائرة اختفوا من هذا الطاقم طيار مصري اسمه عبد الكريم فاي كامل طبعا زميله نعو يعني لو تقروا لنعي اللي عمله زميله كلهم كانوا بيصفوا بالتفاني بالكفاءة بالقدرة كلها صفات جميلة جدا واللي عرفناه من أصدقاء الطائرة المصري المفقود حتى الآن انه هو عنده 49 سنة هو اسكندراني متجوز اب الولدين صاحب خبرة كبيرة جدا في مجال الطائران شركة الطائران إيرجالف طلعت بيان حوالين الحدثة اللي حصلت يوم الجمع الساعة 8 مساء بالتحديد وقالت انه الطيارة من طراز بيل 212 ووقعت وهي بتعمل عملية تدريب روتينية كانت عملية تدريب روتينية يعني ما كانش فيها حاجة مهم يعني من مطار المكتوم الدولي وجاري عملية البحث وانه فيه فرق بحث وانقاذ انتشرت بالفعل حطام الطائرة ولكن لسه البحث جاري عن طاقم الطائرة المكون من مصري وجنوب أفريقي معنا على تليفون المهندس هادر ميتو صديق الطيار المصري المفقود كريم كامل أهلا بيك معنا أستاذ هادر ويعني ايه اللي حصل؟ احكي لنا عرفته الخبر ازاي وإيه اللي حصل؟ عائلنا الخبر يوم الجمعة بعد الخبر انتشرت الخبر كان في دبي هناك ان فيه طيار مصري اه طيار توقعي وطيار هليكوبتر يعني فانفيش مصريين طيارين هليكوبتر كيسين مصريين هناك يعني هاشتكوك راحة نستجام انتوا عرفتوا بعد الصلاة؟ انا هنا الخبر هنا وانتشرت في دبي انا عرفنا بعد الصلاة يعني اه يعني الحادس هو اتنشر في دبي اتساعة تمانية بالليل مش كده؟ اه اه ولكن هو الحادسة حصلت بعد الصلاة حتى حصلت من الصبح لا حتى حصلت من الصبح تمام اي فرق حتى حصلت من الصبح انما هنا فانتشر بقى الخبر هناك وعبان ما بدأ ينتشر بقى بالليل اه بالضبط لا بالليل ده الخبر الستيتمنت يعني ده التصريح البيان اه انما هو من طول النهار المتوسط من قبلها او من الصاقط من قبلها احكي لنا يعني انتوا اكيد عرفتوا تفاصيل اكتر عن الحادسة ما فيه؟ لا واستفاصيل هي مبهمة جدا والعجيب اه كريم يعني او عبد الكريم هو يعني مش مش تلميذ يعني كريم او الوقت واحد وخمسين سنة يعني يعني ومنهم امن يوم اتفاج وهو يعني وهو شغالي في شغلانا دي فمش تلميذ ان يعني حاجة وتنية في حاجة غلط في حاجة مش مش مفهومة خالص يعني وبعدين هم قالوا الاول ان في واحد اه لا واحد طب مين فيه هم ما قالوش انت انت اصدق يعني بحاجة غريبة ان فيه شبهة في الموضوع يعني؟ لا مش شبهة مش مفهومة ما يطلعوا بيان ان يتفهم ازاي كده يعني ما يفهموا الناس ايه اللي حصلوا يعني اكيد فيهم عملية بحث وبيلسه بطلعوش معلومات عشان لسه بيعملوا فحص وبحص لللي حصل في حاجة مش مفهومة طبعا اه 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 ان هو خلاص ان مفهومة يعني بلاقوا الجثمان اه وان هو مفهومة ان هو يتجاب طبعا اهله عايزين يتفهموا في مصر طبعا ام لقوا امتا لقوا الجثمان بتاع ان عادة الصبح عادة ان هو خلاص الجثمان يلاقيينه يعني هم هيجي على مصر انت لسه متحددش عشان ما استلموا فتصايح الانهاء الايجاءات لسه ما خلاص اش ويهوب ان بكرة تخلص طب حلت الحالة بتاعت الجثمان اخبارها ايه عندكم معلومة؟ نعم اصرته اخبارها ايه؟ نعم اصرته اخبارها ايه؟ حد نكن بخير ايه طبعا بنا كنت عنهم ويصبرهم يعني يا رب تعزينا ليهم ويعني يعني حادث طبعا هو شوية فعلا اه مش يعني مش مفهوم انا اتبتل مع حد خبرة زي ده بزرد بزرد وزي ما بتتقال يعني ازاي اه ربنا يصبركم ويعني يعني ان شاء الله يعني يعني ما نشوفش حوادث من النوع ده مرة تانية والحقيقة يعني اكيد محتاجين نعرف معلومات اكتر وتفاصيل اكتر ايه اللي حصل وازاي طيار يعني مخاضرة ما انا كنت فاكرة عنده 40 سنة لا كمان هو 51 سنة يعني هو بقاله سنوات طويلة بيشتغل فانه يحصل المشكلة دي هل مثلا كان فيه مشكلة في الطيارة نفسه ايه اللي حصل لسه ما عندناش كل المعلومات لو لكن بتأكيد هنتابع مع حضراتكم ونعرف تفاصيل اكتر ربما في الايام المقبلة عشان نقولها لحضراتكم طيب